معايا الآن ديلتون دوس سانتوس النجم السابق لفريق التراجي التونسي والمنتخب التونسي يا فندم مشرفني ومنوارني سعيد جدا بتواجدك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 قبل مسألك على ذكرياتك أمام النادي الأهلي والذكرياتك مع التراجي بالتأكيد أسألك بداية عن المواجهة القادمة بين التراجي والأهلي المواجهة الكلاسيكية الأفريقية المعتادة في نهاية دولة أبطال أفريقيا كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة الأهلي دايما والتراجي مطش صعب جدا يعني غير أي مطشاط للأهلي غير أي مطشاط لفريق التراجي طبعا الفرق الأفريقية معروفة بالاسم وأنا شايف أن الفرقتين دول أصعب فرقتين في أفريقيا في حالهم حال تتابع التراجي في الفترات الأخيرة أم بعيد عن مشاهدة التراجي طبعا طبعا لغاية دلوقتي طبعا بتابع لأن أنا يعني مش مجرد أن أنا لعبت في الفريق ده لغاية النهاردة فيه فيه اثنين برازلين بيلعبوا في الفريق وهم أصدقائي وأنا بتابعهم يعني المواجهة مواجهة الزهاب على ملعب التراجي هل تتوقع أن التراجي لوقف ضده بفضل جماهيره وأرضية الملعب ولا شايف أنه الأهلي بقوته في المواسم الأخيرة تحديدا الخمس مواسم الأخيرة اللي وصل فيها لنهاي البطولة يستطيع التفوق على التراجي في تونس طبعا طبعا هو أي مواجهة مع التراجي في ملعبه بيبقى صعب جدا التراجي فريق كبير فريق منظم عارف بيعمل إيه كويس جدا أفريكيا ولكن لما بيلعب في أرضه بيبقى أصعب بكتير لأنه هو بيلعب خارج الأرض لأنه هو بيبقى خلاص ده بيتي أنا بلعب في بيتي ومعندي جماهيري فلازم أقدم أحسن ما عندي عايز سألك على المواجهة التاريخية اللي انت شاركت فيها أمام النادي الأهلي في نصف نهائي بطولة أفريكيا ألفين واحد تتذكر هذه المواجهة؟ طبعا طبعا بس بس انت قلبك سود قوي ان من ألفين واحد لغاية النهاردة انت لست متذكر الماتش وطبعا أنا فاكر أنا فاكر كويس جدا لإني لإني زي ما أنا قلت في البداية أن الأهلي فريق كبير أفريكيا وأي حد بيسجل في الأهلي ده بيضاف للسفي بتاعه مش مجرد بس ان هو مطش وانتهى وخلص وبنروح بس أنا مش قال بسوده لحاجة بالعكس ده أنا قلب أبيض جدا عشان دايما بفتكر الجول التاريخي للكابتن سيد عبد الحفيز الجول اللي ساعد الأهلي للنهائي البطولة الأفريكية وقتها فاكر الهدف ده؟ طبعا طبعا فاكر طبعا وفاكر طبعا اللي زي ما بنقول هنا في البرازيل نكد علينا في آخر الأوقات وتعادلنا وتعادلنا وللأسف يعني ما كانش ده متوقع ان ده هيحصل لإني الماتش كان ماشي كويس جدا وكلنا كنا عندنا أمل إن أنا خلاص جبت جول فخلاص ايدالتون دوس سانتوس النجم السابق لفريق التراجي التونسي واحمل أسماعي الكابيرا اللي مارض على التراجي التونسي أنا بشكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم